السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب تانية سنوي ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض جزئية مهمة جدا في ترس النقل في الانسان اللي هيكون على قلية تجلط قدام الجزئية دي مش كبيرة قوي ولكن فيها شوية مسميات وشوية تفاصيل كده محتاجين ان احنا ناخدهم واحدة واحدة كده عشان كده الفيديو ده ان شاء الله هعيد فيه كلام مرة واثنين وثلاثة عشان خطر نثبت المعلومة طيب برضه كمان عشان خطر هيكون فيه مسميات جديدة ففيه شوية أسيات لازم ناخدهم في الاول زي مثلا كلمة الصفاحة الدموية باللاتيني اصلا معناها Sarombocytes Sarombocytes وكلمة Sarombo دي باديئة يعني حاجة كده معناها يعني سبك من كلمة باديئة ديد الوقتي اللي هو معناها التجلط الدم Sarombo حاجة كده معناها ايه تجلط الدم كلمة معناها تجلط الدم يبقى انا عندي دلوقتي Sarombocytes يعني صفاحة دموية وسرومبو يعني تجلط الدم سرومبو سرومبو تمام وكلمة قبل معناها برو طيب ايه الصفاحة الدموية هي عبارة عن اجزاء صغيرة هي جسيمات غير خلوية يعني ما عندهاش نواة مش خلايا اصلا جزيات صغيرة مش خلايا هي غير خلوية طيب توجد في الدم وبتكون مسؤولة عن تكوين الجلطات الدموية عشان كده بيكون لها دور مناعي ليه دور مناعي لانها مثلا لو حصل جلطة في الدمي يعني لها كده الدم هوت في شكل طبيعي لو حصل جلطة ممكن المايكروبات تدخل فهي بتكون جلطة تمنع النزيف وبالتالي برضو بيكون لها دور مناعي طيب الجلطة ممكن تكون مفيدة وممكن تكون مضرة ممكن تكون مفيدة انها تمنع النزيف لو حصل مثلا ايه اه قطع كده ولا حاجة تمنع النزيف وتمنع فقد الدم طيب ممكن تكون مضرة لو كان مثلا الدم ماشي بشكل طبيعي فهتكون مثلا جلطة فالجلطة دي منعت صرايان الدم وبالتالي كده الخلايا اللي رايح لها الدم ده مش هيروح لها الدم وبالتالي ممكن الخلايا تموت زي مثلا جلطة الجلطة بتاعت المخ أو الزبحة السطرية والكلام ده كله يعني وبالتالي ممكن تكون نافعة وممكن تكون مضرة طيب من هي الأعضاء اللي بتشارك في تكوين الجلطة عندي طبعا من أهم الأعضاء هو الكبد طيب الكبد ده بيفرز بروتين غير ناشط الكبد بيفرز بروتين غير ناشط اسمه بروسرومبين ادي اول المساميات بتاعتنا يبينى عند دلوقتي الكبد ده بيفرز بروتين أو انزيم غير ناشط بقول عليه غير ناشط مش نشيط تمام بيفرزه بين فين بيفرزه فيه الدم فين في الدم بالضبط في بلازما الدم بيفرزه في الدم في البلازمة الطبعا البلازمة هي المادة الخلالية يعني كل حاجة عايمة جواة البلازمة اسمها المادة الخلالية يعني كل حاجة خلال البلازمة ده يا بي تانى اول عضو معي مهم جدا في تكون الجالدة هو الكبد ليه للأنه بيفرز لي بروتين غير نشط اسمه البروسرومبي هو بيستعين باي عشان يكون البروسرومبي�؟ بيستعين بها فيتامين ك بيستخدم فيتامين Sick Brien K ده بيكون دائف فيه الدهون يعني عشان كده طريقه بيمشي معه الدهون يعني فيه الدهون بمعنى لما بيتم انتصاص فيتامين ك الفيتامينات اللي بتكون موجودة في كلمة اكيد يعني فيتامين اي وفيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين دي دي كلها بتمشي في طريق الدهون بيمشوا فين؟ بيمشوا فيه الوعاء اللينفاوي الوعاء اللينفاوي اللي هو مين؟ الوعاء اللبني اللي بيدخلوا القلب عن طريق مين؟ ودخلوا للقلب عنطريق الوريد الأجوف العلوي دي كلها تفاصيل لازم تبقى اخد بالك منها تاني الكبد انا قلتلك هعيد وزيد كتير في الفيديو ده الكبد بتكوني البروتين غير نشط اسمه بروسرومبيق ماشي عرفنا البروسرومبيق اه ده هوة البروسرومبيق بيودي فين ده طبعا بيكون غير نشط بيودي فين بيودي في الدم فين في الدم في المادة الخلالية اللي هيا مين البلازمة طيب هو مين اللي بيشارك في تصنيع البروسرومبين فيتامين ك طيب فيتامين كده بيمشي مع البروتين مع النشويات ولا مع الدهون لا بيمشي مع الدهون ليه بيمشي مع الدهون لانه بيتم امتصاصه هو وكل الفيتامينات اللي بتكون موجودة في كلمة اكيد في الوعاء الانفاوي اللي هو الوعاء اللبني اللي بيتم دخولهم للقلب عن طريمين الوريد الاجوف العلوي طيب ماشي لحد هنا كلام جميل طيب مين الحاجات التانية او المكونات التانية في جسم الانسان بتشارك في تكوين الجلطة عندي بلازمة الدم بلازمة الدم بلازمة الدم دي بيكون فيها حاجتين مهمين طبعا احنا عارفين البرزمة بتشكل 54% حوالي 54% مش 55% 55% 55% من 54% مش انا اختلف وببقية المكونات كلها بتشارك بتكون لي حوالي 640% طيب انا ليه مصمم في 54% لانه ده منهجك ماشي هي 55% برا بس احنا نعمل التزمين من منهج بتاعنا طيب 54% وكل القرات دم الحمراء والصفاح الدموية كل دول بيشاركوا بنسبة 46% طيب الدم بقى اسمناهم لتسعين في المية عبارة عن مية وسبعة في المية بروتينات حلو خالص سبعة في المية بروتينات بيكون فيهم بروتينات بيكون فيهم بروتين اسمه الفايبرينوجين فيبرينوجين فيبرينوجين مين الفايبرينوجين ده؟ ده عبارة عن بروتين بيكون زائب دائب فين دائب في البلازمة او زائب في البلازمة يعني في الحالة الطبيعية يعني البروتين ده بيكون موجود في الحالة الطبيعية وكمان من ضمن المكونات بيكون عندي واحد في المية ام لح من ضمنهم ايون مهمة او ملح مهمة لهم الكالسيا ايبا تالب انا مهمنيش انا دراعيanya بتكلم على الجلطة الدموية فما يهمنيش من مكونات البلازمة او مكونات الدم جديد غير الكالسيوم والفيبرينوجين طب الفايبرينوجين ده زائب ولا غير زائب لا بيكون زائب زائب فين زائب في البلازمة يعني بيكون موجود في الحالة الطبيعية موجود في الحالة الطبيعية تمام بيكون معا كمان بروتين اسمه الجولوبيولين افتكروا كده معاي البروتينات التانية اللي هما بيشكله 7% الجولوبيولين والالبيومين والبروتينات التالت اللي هو فيبرونجين ده اللي انا عايزه طيب يبنى دلوقتي الجلطة الدموية دي 3 حاجات بيشاركولي فيها اول حاجة اللي هي الصفاحة الدموية قلناها في الاول ماشي تاني حاجة الكبد الكبد بيكون لي البروسرومبين بالمساعدة بفيتامين كي بعد كده البلازمة اللي بلازمة فيها مكونات كتير ما يهمنيش منهم غير الفيبرينوجين والكالسيوم طيب شكرا ندخل بقى ده المخطط وده الرسمة مش عايزهم دلوقتي هرجعلون كمان شوية عايزه عارف ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الدم مثلا ده كده الدم هوت هيحصل مثلا نزيف او يحصل قط واحد فتح عليك ما تقول لحاجة ده كده مثلا ده كده شريان والدم ماشي فيه بشكل طبيعي هو الشريان ودقدار الشريان الدم ماشي بشكل طبيعي لسبب من الاسباب حصل جرح حصل تلف او الجزء ده كده حصل له جرح فاصبح فيه خلايا تلفة مين اللي كان ماشي في الدم هنا وبيترقب عامل زي جهاز الجهاز الانذار كده وشاف الموضوع ده الصفايح الدموية الصفايح الدموية اول ما تشوف المنظر ده كده عارف انت عاملة زي جهاز الانذار يعود يزمر كده فعنا اول حاجة ابتديها هي الصفايح الدموية الصفايح الدموية دي بتتحد مع الخلايا التالفة او اصلا ممكن الصفايح الدموية يحصل لها تفتت فتبقى الصفايح الدموية المتفتتة او ممكن تتحد مع الخلايا التالفة تالفة من مين تالفة من الجدار بتاع الشريان او الوعية الدموية ده تمام فبتكون لي حاجة اسمها سرومبوبلاستين سرومبوبلاستين تمام السرومبو بلاسين ده اتكون فين اتكون في الحالة الغير طبيعية امتى لما حصل تلف حصل اي حاجة حصل اي حاجة عطلت الصفاحة الدموية طيب ماشي بدي كده اول خطوة الكبد كان متكون لي بروتين لو تفتكروا غير ماشية اسمه بروسرومبين البروسرومبين ده كان موجود في الحالة برضه الطبيعية انا عندي بقى السرومبو بلاستين بتتحد مع ايونات الكالسيم اللي كانت موجودة في البلازمة فبتحول لي البروسرومبين اللي كان غير نشط الى سرومبين سرومبين اهوت ده كان غير نشط من اللي كونه الكبد حطوه فين حطوه في بلازمة الدم كونه بمساعدة ميل بمساعدة فيتامين ك تمام من اللي حوله الى بروسرومبين نشط الى بروسرومبين نشط هو السرومبوبلاستين السرومبوبلاستين والكالسيم هم اللي عملوا الخطوة دي هم اللي حولوا البروسرومبين الى سرومبين طب السرومبين ده لما هيتكون هيعمل ايه؟ فاكر لما قلتلك ان انا كان معايا بروتين زائف في البلازمة اسمه فيبرينوجين اه الفايبرينوجين عارفه فايبرينوجين ده بروتين من الثلاث بروتينات اللي بتكون زائبة موجودة في البلازمة يعني زائب في البلازمة ماشي فاكره طيب اهو الفايبرينوجين ده كلمة جين يعني خامل او غير نشيط في بقى السرومبين ده لما بيتكون هيتحول الفايبرينوجين الى فيبرين هيشيل كلمة خامل دي فيبقى فيبرين فيبرين اهوة الفايبرين ده عمل زي كلمة فيبر اصلا جيه من كلمة الياف بتلاقي عمل زي الياف كده شبكة شبكة اهي فكون لي شبكة الشبكة دي بقى يبدأ يترصب عليها المواد تلاقي في مواد هنا كده اهوة فيمنع مرور يمنع مرور مرور الدم للخارج يعني يمنع النزيف فبيكون الفايبرين ده غير زئب غير زئب بص كده اهو اهي شبكة الفايبرين اهي اهي دي حتى اسمها فيبرين اهي شبكة الفايبرين الي تكونت هنا كده وتمنع مرور الدمyoSch يعني ده اللي يوقف النزيف لبانا عندي دلوقتي الدم كان مشي طبيعي اهو ودي كده الصفايح الدموية الصفايح الدموية اول ما لقيت فيه خلايا ترى فاتحدت معاها ده كده موضع الجرح ودي خليها دم حمره عادي خلص يبق وظيفتها ان انا نقل الاكسوجين وسانا يكسود الكربول ماشي بدلت الصفاحة الدموية تتجمع فين تتجمع في مكان الجرح فكويني الحاجة اسمها سرومبوبلاستين هنا كويني سرومبوبلاستين سرومبوبلاستين بيتحد مع ايونات الكالسيوم بيتحد مع ايونات الكالسيوم ويحول البروسرومبين الى سرومبين البروسرومبين بيتحول الى سرومبين السرومبين ده بيحول الفيبرينجين اللي بيكون موجود في البلازما الى فيبرين يبقى تاني كده تعالى يا جماعة الحتة دي تاني حصل جرح صفاحة دموية كانت ماشية عادي خلاصه سرومبو يعني جلطة بادئة بمعنى جلطة سرومبوبلاستين السرومبوبلاستين بيتحد معينات الكالسام ويمسكوا البروسرومبين اللي تكون في الكبد من اللي كون البروسرومبين الكبد تمام وبيطلقوا فين بيطلقوا في البلازمة يعني الكبد بيكونوا بس بيحطوا في البلازمة بعد كده بمساعدة في فيتامين ك اهو بقى السرومبوبلاستين ده والكالسيوم بيحولوا البروسرومبين الغير نشط الى سرومبين نشط فالسرومبين ده بيروح يمسك الفيبرينوجين اللي موجود في الحالة الطبيعية ويبدأ ان هو يحوله الى فيبرين الفيبرين ده بيبقى شبكة غير دايبة في البلازمة بيترصب عليها المواد الشبكة اللي انا بقعد يشيل عارف انت لو حد تجلح جرح كده يجي بعد يومين يقعد يشيل في الجرح بقى ده كده يكون في طبعة كده الطبعة دي هو ده الفيبرين اللي لاحظ بيقعد يشيله طيب احنا هنا تعال بقى نشوف المخطط كده سريعا نراجع المخطط بقولك بقى تتعرض الاوعية الدموية للضرر بسبب مثلا اصابة فتجزى بالصفاحة الدموية للجرح تبدأ تتراكم في مكان الجرح تفرز الاوعية الدموية المصدقة والخلال المحيطة بالاوعية الدموية العامل النسيجي من العامل النسيجي ده السرومبوبلاستين هنا بقى يقولك السرومبوبلاستين مع الكالسين بيحولوا البروسرومبين اللي هو بروتين اصلا بيفرس بواسطة الكبد بالمساعدة بفيتامين ك فبيتحولوا الى سرومبين السرومبين ده بيكون انزيم نشط السرومبين ده بيحول لي الفايبرينوجين اللي بيكون زائف في البلازمة الى الفايبرينوجين الى فايبرين ده بيكون غير زائف في البلازمة بيتكون مع التجلط لمانع فقد الدم ده المخطط اللي بيوضح لك الجلطة الدموية إزاي اتكونت طيب ماشي في ملحوظة كده صغيرة عايز أقولك عليه الكبد يقولك هو عضو منافق يعني عضو منافق للتشبيه والرجل مش منافق ولا حاجة وراجل زي الفل لو حصل اصلا مشكلة في الكبد زي مثلا تلايف الكبد او اي خلال الانسان ده بيصاب بمرض اسمه الهيموفيليا اللي هو سويلة الدم يعني مثلا لو حصل نقص في فيتامين ك حصل مثلا نقص في الكالسيوم حصل مثلا تلايف في الكبد ماشي اي مشكلة حصلت في الكبد حصل مثلا مشكلة في او نقص في عدد الصفائح الدموية كل المشاكل ده نقص في فيتامين ك نقص في الكالسيوم تلايف في الكبد مشكلة في الكبد عشان هو اللي بيكون البرسترومبين نقص في عدد الصفائح الدموية الكلام ده كله بيوديني لمرض اسمه هيموفيليا هيموفيليا يعني ايه يعني سيولة الدم سيولة الدم ليه لاننا دلوقتي مش هقدر يعني مفيش جلطة مش هقدر اكون جلطة ليه اي سبب الاسباء مش هقدر اكون جلطة بسبب مثلا فيتامين كي مش موجود فمش هقدر اكون البرسترومبين بسبب الكالسيوم مش موجود فمش هقدر احول البرسترومبين الى سرومبين حصل تلاف في الكبد فمش هقدر اكون البرسترومبين حصل نقص في عدد الصفائح الدموية فمش هتقدر تتحد مع الخلايا التاليف عشان تكونني السرومبوبلاستين دي كلها مشاكل تؤديلي لمرض الهيموفيلية يعني سيولة الدم طيب ماشي الكبد له دور متعاكس له دور متعاكس في تكوين الجلطة له دور متعاكس في الجلطة الدموية ليه دور متعاكس لان الكبد بيساعد على تكوين الجلطة عن طريق انه هو بيفرز لي بيفرز لي بروتين البروسرومبي ماشي البروسرومبين ده بيعمل ايه بيعمل على تكوين الجلطة ماشي دي حقق دي عارفينها طيب ليه دور متعاكس ازاي لانه برضو بيفرز لي مادة تانية عكسها من المادة تانية اللي عكسها هو الهيبارين الهيبارين ده بيمنع تكوين الجلطة يعني الكبد يروح يفرز بروسرومبين يقولي البروسرومبين روح اعمل لي جلطة وبعدها بشوية يروح يفرز لي هيبارين يقوله ما تخليش البروسرومبين علشوفت بقى اقولك منافق يروح يقولي الهيبارين ما تخليش البروسرومبين يعمل جلطة اه فعلا يمنع تكوين الجلطة يبا يمنع تجلط الدم ده مين ده الهيبارين علشان كده الناس اللي بتروح تسحب تحاليل بيروح يسحبوا التحاليل يحطوهم في انبوبة كده يسحب التحاليل وياخد الدم ده يحطو في الانبوبة الانبوبة دي لما كانت فاضية في الاول خالص كان فيها مادة صغيرة هنا كده تمام المادة الصغيرة دي هي مين هي الهيبارين ليه عشان ما يخليش الدم يتجلط علشان يمنع تجلط يمنع تجلط الدم لانه لما بيمنع لانه الدم لو تجلط انا مش هقدر اخد مش هقدر افصل بقى البلازم مش هقدر اكون كرة الدم الحمرة وهكذا عشان كده فيه برضو سؤال كويس يقولك لو واحد نصرا بيعمل تحليل عايز يقيس غازات الدم انا عايز يقيس غازات الدم عايز يقيس الغازات اللي رايحها للخلايا يبقى هسحب دم شرياني طب الدم الشرياني ده انا عايز يقيس الغازات عايز يشوف كرة الدم الحمرة فيها غاز اكسجين ولا بنسبة كافية ولا مش بنسبة كافية انا لو حطيتها في امبوبة فاضية هيحصلها تجلط وبالتالي مش هعرف اعمل التحليل ده فهجمسك الدم الشرياني ده واخلط عليه مادة الهيبارين لان الهيبارين بيمنع تقلط الدم يبقى الكبد له دور متعاكس بيفرز البروسرومبين ويفرز برضو الهيبارين طب الهيبارين بيوقف انهي خطوة يعني انت قلت لي فيه خطوات كتير فيه خطوات كتير قوت في تكوين الجلطة يعني من الهيبارين ده بيروح يوقف انهو خطوة الخطوة دي يجي هنا كده بيمنع تحويل البروسرومبين الى سرومبين يعني الهيبارين الهيبارين ده بيوقف مين بيوقف وظيفة مين وظيفة السرومبوبلاستين سرومبوبلاستين وبالتالي يجي هنا يقول محدش هيشتغل محدش يشتغل هنا وظيفته في الحتة دي كده ده مين ده الهيبارين طيب كده خلصنا الجزئية بتاعة الهيبارين فهذه الحتة صغيرة ده المخطط اوت بيقول لك اتمزق ده تاني مخطط كمان بيقول لك اتمزق احد لوعية دموية بتكون لوعية دموية الممزقة العامل النسيجي من هو العامل النسيجي السرومبوبلاستين سرومبوبلاستين طيب اذا وجدت ايونات الكالسيوم يستحس لو كان في بقى كالسيوم بقول لك يستحس السرومبوبلاستين تحويل البروسرومبين الى سرومبين والسرومبين ده بيكون نشط بيحفز السرومبين وهو انزيم نشط عملية تحويل الفيبرينجين الى فايبرين واخر خطوة بيكون الفايبرين شبكة بتحجز خلايا الدم الحمراء وتتجمع خلايا الدم والفايبرين بتتجمع خلايا الدم والفايبرين لتكوين الجلطة طيب في حاجتين بيسببوا جلطة ويكونوا مضرين تلصب الدهون او تكوين الدهون اقول لك مثلا شخص ده عنده دهون في الدم يعني عنده مثلا كوليسترول في الدم الكوليسترول ده ممكن يسبب تكوين جلطة اه بيسبب تكوين جلطة ليه لان شايف اللي بلولة صفر ده كده ده دهون الدهون دي بتمنع صريان البلازمة بشكل طبيعي قصدي الصفاحة الدموية الدم عاماتا كله بشكل طبيعي الصفاحة الدموية لما تمشي وتلاقي في حاجة بتوعيك حركتها بطقيق الصرايان بتاعها تبتدي تشغل جهاز الانزار تبدأ انها تكون لي جلطة فلو كونت جلطة هنا الدم مش هيعرف يعدي وبالتالي أنا عندي الدهون بطقيق حركة مين بطقيق حركة الصفائح الدموية وبالتالي ممكن تكون جلطة طيب بالنسبة للتدخين بص ده مثلا وعق دموي الشريعان مثلا الشريعان احنا عارفين انه بيكون في حاجة اسمها الياف مارينا الياف المارينا دي بتكون موجودة هنا على السطح الداخلي ودي اللي بتساعد طبعا الشريعان على تحمل الضغط وكمان بتساعد على مرور الدم الياف المارينا ده هات التدخين ده بيعمل حاجة اسمها تصلب الشرائين تصلب الشرائين فبيخلي الصفائح الدموية وهي ماشية بتحس ان فيه يعني ايه الملمس خشن وبالتالي ممكن في مرة من المرات لو زاد موضوع تصلب الشرائين ده في مرة من المرات مع عوامل اخرى طبعا انا بشرح لك بس كده الموضوع بشكل السطح بحر بس انت تبقى فاهم ان التدخين ده ممكن يسبب لي جلطة ليه لانه بسبب تصلب الشرائين بيقلل الالياف المارينة لما تقلل الالياف المارينة صفائح الدموية وهي ماشية تحس ان فيه حاجة خشنة مع شوية عوامل تانية زي مثلا الدهون ده كده ممكن تكون جلطة يبقى التدخين فعلا ممكن يعمل على تكوين الجلطة طيب كده لما خلصنا الجزئية الصغيرة بتاع التجلط الدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته